هل من المصادفة أن يتم كشفك عن دورك في المخابرات الإسرائيلية في هذا الوقت في الذات الذي تتردد فيه أصداء ومضاعفات عملية اغتيال القياد الحمساوي محمود المبحوح في دبي والتي اتهم فيها جهاز الموساد أولا لم يتم كشفي لماذا هذه العقلية التي تسير في اتجاه واحد أنا كشفت نفسي أنا قلت أنني كنت بهذا وذاك وأنا كتبت كتابا بهذا الخصوص ليس تحت ضغط وليس بطلب من أي إنسان وهذا كان بدأنا في كتابة هذا الكتاب سنة ونصف قبل اغتيال الضحية المفروح السؤالي لماذا الآن بالضبط أنا لم أقول أنك كشفت أو حد كشفك ولكن لماذا الآن بالضبط تم الكشف عن هذا الدور الآن بالضبط في هذه الفترة لماذا أليست هذه المصادفة مع المبحوح هذا لم يكن قرارا في ليلة واحدة أو في يوم واحد قلت لك بدأنا في عملية الكتابة قبل سنة ونصف وكان الموعد بعد الأولمبيات وهذه مصادفة ولم تكن مخططة تقول بأنك إنما فعلت ذلك لإنقاذ الأبرياء هذا تقوله في جانب وفي جانب الآخر تقول بأنه كراهية لما تفعله حماس أو فعلته من منظورك أي المبررين هو الأقوى الذي حملك على ما فعلته كانت هناك صدمات متتالية التي دفعتني لأن أفكر ماليا في أي اتجاه أريد أن أذهب في حياتي وبالطبع تعذيب حركة حماس لأفرادها في داخل السجن وغباؤهم وكسورهم السياسي دفعني لأن أتحدث بصوت السبب الآخر الذي طرحته لالتحاقك بالمخابرات الإسرائيلية بأنك تريد إنقاذ الأبرياء أنت تشير في هذه الحالة إلى الأبرياء بين خلسين الإسرائيليين أليس كذلك؟ بالنسبة للالتحاق بالمخابرات الإسرائيلية هذا لم يكن لأنني أردت إنقاذ حياة الإسرائيليين هذا ما نقل عنها أنا وفقت على العمل مع المخابرات الإسرائيلية من البداية لأنني كانت لدي خطة أن أكون عميلا مزدوجا وأخترق المخابرات الإسرائيلية من الداخل وحركة حماس كانت تعرف بهذه الخطة وأنا أخبغ جهاز حماس الأمني فيما بعد كل الحقائق التي اكتشفتها من خلال عملي في جهاز المخابرات الإسرائيلية أثبتت مصائب كبيرة يعيشوا فيها شعب سيد مصعب أنت قلت بأنك قررت بالأصل أن تعمل عميلا مزدوجا لماذا قررت؟ ظليتك عميلا مزدوج بعدين قررت أن تصبح عميلا لإسرائيل فقط؟ نعم في الأشهر كم أخذك الوقت حتى تغير من مزدوج إلى عميلا إسرائيل فقط؟ خلال السنتين الأولى لعملي مع المخابرات الإسرائيلية كان هدفي اختراق المخابرات الإسرائيلية وقتلهم من الداخل ونقل معلومات إلى حركة حماس ولكن كانت هناك حقائق لم أستطع أن تجعلها سؤال هل نقلت معلومات في الفترة التي بقيت فيها كما تقول عميلا مزدوجا إلى حماس؟ نعم في داخل السجن نقلت كل التفاصيل وأسماء الذين كانوا يتعلقون في علاقة معي في المخابرات الإسرائيلية وماذا طلبوا مني بالتحديد وماذا كانت الأهداف فنقلت هذه المعلومات لجهاز الأمني لحركة حماس في داخل السجن واكتبنا عنها بالتفصيل وأيضا بعد خروج السجن كنت على علاقة مع أحد أفراد الجهاز الأمني لحركة حماس وكان هو في صورة الوضع سيد مصعب بما معناه بأن حماس كانت تعرف علاقتك بالإسرائيلين أنت كنت تقريبا مكشوفا حتى بعد أن لم تعد مزدوجا أليس كذلك؟ نعم ولكن الآن فيما بعد اكتشاف الكثير من الحقائق خاصة فيما يتعلق حركة حماس لا تعرف كيف تعمل أجهزة الأمن الإسرائيلية وقاموا بقتل الكثير من الضحايا بتهمة أنهم على علاقة مع الإسرائيليين وهذا شكل صدمة كبيرة في حياتي لأنني كنت على علاقة مع الأجهزة المخابرات الإسرائيلية وكنت أعلم ما هي طبيعة هذا العمل طيب هل تقول بأن رؤيتك للإسلام أو ما تقول بأنه إسلام حماس هو الذي حمل لك على التعاون مع الإسرائيليين هذا انسى موضوع المسيحية نعم من قال لك أن هناك إسلام حماس وإسلام هذا ما تقوله أنت تقريبا وإسلام القاعدة لا أنا لا أقول هذا أنا أقول أن الإسلام هو الإسلام والقرآن هو القرآن فكل المسلمين الذين يتبعون إلى الإسلام الكل يفسر الإسلام حسب مزاجه من الناحية العملية الآن المسلمون ليسوا إرهابيين بالفطرة أو بالطبيعة هم لديهم أخلاق من أفضل الشعوب حسب رأيه ولكن إن بقي المسلمون يعطون غطاء للإرهابيين وإن بقى المسلمون يبجلون ويحترمون هذا الإرهابي الذي يفجر نفسه ويقتل أطفالا كم شركاء والدي شريك للأسف الشديد والدي شريك في ذلك سيد مصعب ثمت من يرى سيد مصعب بأن العمر الذي كنت فيه يعني الغض بالأحرى والظرف الذي عشت به ربما لم يمكنك من اتخاذ القرار المناسب في تلك المرحلة التي قررت فيها فعلا العمل المخابرات هل هذه قراءة صحيحة؟ قد يكون كلامك صحيحا والآن على الجميع أن يتعلم من هذه التجربة أنا لا أنصح أي أحد أن ينخرط في هذا العمل عمل استخباراتي وهذا الكلام وإن كان هناك أي شخص فلسطيني أو عربي يعمل لصالح الاستخبارات الإسرائيلية أنا أنصحهم أن لا يتخلوا عن مبادئهم وأن لا يتخلوا عن أخلاقياتهم وأن يقفوا أكوياء انطلب منهم أن يقوموا بأي عمل قد يضر بمصلحة الأمة العربية والشعب الفلسطيني بمعنى أنك في الواقع تدعو الشباب العربي أن لا ينخرط في المخابرات الإسرائيلية نقطة على السطر هذا كلام صحيح؟ أنا لا أدعو أي أحد لأن ينخرط في هذا العمل تجربتي كانت خاصة وفي ظروف مميزة ولا أريد أن يحذو حذوي الناس ترجمة نانسي قنقر